تتويج سمو الشيخ سلمان بن محمد نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر رئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية وعدد من أعضاء الوفد الرسمي والإدارية واستقبل سموه العداء ونفر الديافي وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بما حققته من إنجاز كبير بإحرازها الميدالية الذهبية مؤكدا أن هذا الفوز يعبر عن الإرادة الصلبة والجهود الكبيرة التي بذلتها ونفر الديافي من خلال التدريبات والمعسكرات على امتداد الفترة الماضية لتتوج مسيرتها بميدالية ذهبية أولمبية بعدما فازت في بطولة العالم الأخيرة بالأقب ذات السباق في بودابيست 2023 وقال سموه إن هذه الإنجازات تعكس الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة البحرينية من القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها وتجسد الروح التنفسية العالية والإصرار الذي يتمتع به رياضيون نحن فخرون بكل رياضي ورياضية يرفع اسم مملكة البحرين عاليا في المحافل الدولية وسنواصل دعمنا لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات كما حضر سموه نصف نهائي سباق 400 متر للسيدات الذي شاركت فيه العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر حيث قدمت أداء مشرفا وظهرت مستوى تنفسيا عاليا يعكس قدراتها المتميزة في هذا النوع من السباقات بعدما تأهلت للنهاء بجدارة وفي صدارة مجموعتها بالتصفيات لتسجل أفضل زمن لها هذا الموسم 49 ثانية و7 أجزاء من الثانية وشد سموه بالأداء المتميز الذي قدمته العداءة سلوى عيد ناصر في سباق 400 متر للسيدات معربا عن ثقته في قدرتها على تحقيق المزيد من النجاحات في السباق النهائي تحقيق المزيد من النجاحات تحقيق المزيد من النجاحات تحقيق المزيد من النجاحات تحقيق المزيد من النجاحات